رشاقة الزوج والزوجة دكتور عبد الرحمن صورة. احنا بتشوف احيانا الزوج يشتكي من هذه المشكلة. والبعض ممكن وبيسمع كلام دل وقت يضحك او يقول انتم بتتكلمه في دا وسايبين مشاكل كتير. لا احنا في برنامج متخصص وبنتكلم في نقاط حقيقية موجودة يعني. احيانا بناجد زوجة دكتور عبد الرحمن يقول انا عندي مشكلة مع الزوجة في انها لا تعتم بنفسها في هذا الجانب. انها عندها اهمال مما ادى الى السمنة المفرطة لا تهتم بنفسها بطعامها بشربيها بخروجها بلبسها. كذلك الزوجة ممكن تعاني من نفس المشكلة مع الزوج في اهمال ايه لنفسه. نعم. وبالتالي دا بيدفعنا الى حياة مليئة بالمشاكل في اعراض صحيح. من الجانبين. صحيح. اه. انت شايف نفسك او هو شايف نفسه كزوج. بدأ يحصل فيه نوع من اه تعد الكيلوات عن الحد المسموع به. يعني بدأ يبقى فيه نوع من البقلزة شوية. هنا تنكره محشي وهنا تريد انتك مفتا وهنا اربعة مش عارف اربع ايه طيب. اربعة سمك بوري والحاجات اللي زي دي. بقى عينة في الغلاق اش عبد الرحمة ايه ايه ايه. ده. الحمد لله رب العربي. لا تنتظر ولا تنتظري. اه. لان في بعض الازواج بيسكت عن الكلام بس افعاله بتدل على انكاره. دي يعني مايقولش بلسانه. سلام عليكم رحمة الله وبركاته ومشترك الكرام في كل مكان اهلا وسهلا بكم معنا وحلقة جديدة وبودكاست الفة. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يؤلف بين قلوبنا واياكم. اللهم امين. مرحب بضيفنا الحبيب في هذه الحلقات فضيلة الدكتور عبد الرحمن منصور الاستشاري الاسري والدربوي. يا مرحبا دكتور عبد الرحمن. حياكم الله دكتور الرحمن. رفع على قدرك سيدنا وبرك في عمرك. وياكم سيدنا. اللهم امين. اتكلمنا في نقاط كثير ومشترك الكرام في الحلقات الفائتة وحول الالفة التي نصل الله عز وجل ان يعيدها الى بيوتنا من جديد. اه. او التي نحتاج الى الحديث عنها بين الحين والاخر لحياة افضل ولحياة انجح باذن الله سبحانه وتعالى. اه مشكلة بتواجهنا داخل اه بيوتنا قضية اه رشاقة الزوج والزوجة الدكتور عبد الرحمن مزولة. احنا بتشوف احيانا اه الزوج يشتكي من هذه المشكلة. والبعض ممكن او بيسمع الكلام دلوقتي يضحك او يقول انتم بتتكلمه في دا وسايبين مشاكل كتيرة. لا احنا في برنامج متخصص. وبنتكلم في نقاط حقيقية موجودة يعني. احيانا بنجد زوج الدكتور عبد الرحمن يقول انا عندي مشكلة مع الزوجة في انها لا تهتم بنفسها في هذا الجانب. انها عندها اهمال اه مما ادى الى السمنة المفرطة. اه لا تهتم بنفسها بطعمها بشربيها بخروجها بلبسها. اه كذلك الزوجة ممكن تعاني من نفس المشكلة مع الزوج في اهماله لنفسه. نعم. وبالتالي اه دا بيدفعنا الى حياة اه مليئة بالمشاكل في اعراض. صحيح. من الجانبين. صحيح. بل قد يدفع الزوج احيانا للبحث عن بيت جديد. صحيح. وقد يبحث المرأة الى اه الانفصال او الى البعد. صحيح. كيف تنزل للمشكلة عبد الرحمن والعلاج. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله على آله وصحبه عنه وبعد. اه بلا شك كنت رحمة احنا بنبحث في هذا البرنامج عن وجود نقاط اه 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 او اه خطوات عملية تؤدي الى التقارب بين الزوجين. نعم. عشان نصر لحالة ال الالفة كما قلنا. ايه. اه. وبقى في البيت في نوع من السكن والمودة والرحمة والهدوء النفسي والاشباع العاطفي اه اه انا عايز اقول للزوجة لا تنتظر ان الزوج يقولك عميلة حمية غزائية اه تنتظريش اه انت شايف نفسك او هو شايف نفسك زوجة بدأ يصل فيه نوع من اه اه تعدل كيلوات عن الحد المسموع بي يعني بدأ يبقى فيه نوع من البقلزة شوية هنا تنكروا محشي وهنا تلاتة كفتة وهنا اربعة مش عارف اربع ايه طيب اربعة سنة كبورة والحاجات اللي زي دي الحمد لله رب العربي فان عايز اقول لا تنتظر ولا تنتظري اه لان في بعض الازواج بيسكت عن الكلام بس افعاله بتدل على انكاره يعني ما يقولش بلسانه يقول ما يقولش مسلا لزوجته بطي اكلك شوية ما تاكلش قبل ما اتناني مسلا الساعة حداشر واثناشر وفي بعض الزوجات بيحلع عندها تحمر الصوابع البطاطس الساعة واحدة باللين وجاءت نام اه او ممكن البنت اللي عندها عشرين سنة تطلع على السرير طلعت على السرير خلاص هتنام وشدت البطاري وبعدها تقول ماما انا سيدنا ما اتعشتش سيدنا ما اتعشتش نام يا بيتل الصبح لا البنات دماغها برضو صعب في الحدن شوي بعض الزوجات ممكن تبقى ماشية مثلا في مشوار او حاصل اجتماع عائلي وشايفة ان يزوك الله ما صلى على سيدنا النبي يعني كما يقول في لغة الحمى في لغة العامة مالوه دومه يعني مالي الكرسي وكرسي اللي جنبه من غير مرض عشان بس ما حدش يقول ليه عنده غدة ضرقية يعني بقول من غير مرض يعني ما عندوش سبب سبب مرضي او عنده خلف الغرمونات او عنده بشاكل معينة تؤدي الى السنة للزوجة او الزوجة هل دي مشكلة اه مشكلة اه مشكلة ليه انا عندي واحدة وزنها 75 كيلو وعندي واحدة وزنها 130 كيلو والاثنين في نفس السن هل مجعودي الاولى كالثانية لا طبعا هل نظرت الزوج الاول كنظرت الزوج الثاني لمرأتي لا خلص اول حاجة ما يجب في باله هي مش مهتمية بيه اصلا وده بيؤثر حتى على رغبة المرأة الجنسية في العلاقة مع الزوج وبلا شك بان ده حق مكتسب لكل الزوج في الحياة المسلم والكفر والبر والفجر ده ده معروف في عالم الحيوان فما بالك بالإنسان والعكس كذلك اي ونعم والعكس كذلك هذا الامر تتضرر منه البرأة نعم ولذلك احنا بنقول لابد لكل رجل ان ينتبه لهذا ما تنتظرش ان زوجتك تنبهك ولا الزوجة تنتظر ان زوجتها ينبهها انا شايف نفسي الدنيا مش جيدة وانا شايف نفسها الدنيا مش جيدة يبقى ابدأ اخد خطوة ابدأ اخد خطوة وبعدين الخطوات الان سهلة ميسورة النت مليء بالحمية الغذائي بس كنت اقول لحالك الموضوع مش زي زمان بادم تروح تعمل عملية ولا تروح تدخل اهل تقرأ جدا على النت ازاي تعمل علاج غذائي او ثقافة الغذائية انتشرة صحيح صحيح ولو ده عمل هيفترض يقول للوقت تبا انا عملت ده وبرضو ما زال عندي مشكلة اعرض نفسك على متخصص وما اكثرهم صحيح والناس الثقات لا يخلوا منهم زمان ومكان دور على نثقات انا عندي مشكلة هذه المشكلة مؤثرة على صحتي اثرت على القلب ومؤثرة على نفسي ومؤثرة على مفاصلي وعلى ركبي وعلى ظهري وعلى تركيزي وعلى علاقتي بزوجتي ونظرتي حتى لنفسي دور دور حد متخصص تكلم معهم انا عندي مشكلة ماذا افعل هيقولك افعل واحد اثنين تلاتة اربعة نظام غذائي جيد وبعد ذلك المشيء المتتابع الحركة ما يبقاش طول الوقت ساكن لان اكثرنا الوقت اللي عنده سيارات بالذات ما عدش بتحرك يعني مشوار من هنا لاخر الشارع بركب العربية وبلا شك بان هذا الامر فيه ضرر والانسان لو تعود على هذا الاعضاء بتتعود الكسل والكسل ده يؤدي للكسل عن العبادة يعني حتى بقول للزوجة في نفسي سنك اخوات بتقدر تصلي وراء الايمان اللي بيصلي صلاة الطرف في ساعتين وفيين بيصلوا ومستمتعين بالصلاة تابع انت قاعد على كرسي قاعد على كرسي مش قادرة توقفت مش قادرة وممكن انت بقاعد على كرسي وركبها برضو تعباسة وده امر فيه نوع من المشقة على نفسيتك حتى لانت تشوفي اخواتك عايشين حياتهم ومسألة اللبس ده برضو امر صعب للغاية يقول لي انا بحرفي لبسة نزل اللب في محلات تلاتين اربعين محل مش لقيم ما اس خاص ليها او العكس كذلك هو يدور على لبس مش لقي ولزاك انا بنقول يا جماعة الامر ليس بالايم ولحنا بنكلم في نافلة القول انما ده امر فرضي على كل زوج ان يدور على الشيء الذي يعجبه زوجته ويعمله وانا دكتور عبد الرحمن برضو الموضوع ما ينفعش شيء اخذ بالسخرية من الطرفية المنفعش هو ياخذ الموضوع بضحك من مراده او سخرية منها وهي نفس الكلام يعني اصدي اه للأسف الشديد يعني صحية مما يزيد المشكلة يا دكتور ويزيد طينا بيلا زي ما بيقوله دعم ان الرجل ياخذ المشكلة اه بسخرية ايوم اه كش كده لكذا او شكل كده صحية الموضوع يتحول الى ازمة احنا مش عاوزين يحصل في نوع من الانتقاد او التجريح صفت في ثرق ان انا اقول لزوجتي او واحد يقول لزوجته ما بطل طفحي بقى اه ما كفايا اللي انت بتعود ده تكلت نص الاكل ولا مش عارف عملتي ايه ولا وديتي ايه والعكس كذلك اه انما لو الامر جي من باب يا حبيبة قلبي ربنا يرضى عليكي صحتك خافي على نفسك تعالي انا اسعدك وانا بقول لزوج بدل ما تكثر النقد والتجريح حاول تاخد خطوة ايجابية ان خطوة ايجابية حبيبة قلبي دي ارقام طبيبات مدخصصات يعني اسعى طب خدي ماء خدي فلوس وابدأ اذهبي طب تعالي نعمل تحاليل قد يكون في مشكلة في الغدة الدرقية عندي وهي كذلك تبدا تشجع زوجها على ده حتى لو حبت ان هي تغير عنده سلوك معين متعلق بالطعام فلا يكن بالطريقة المباشرة او مثلا تعمله اكله وبيحبه فيزيده فيه خافي على صحته كذلك وممكن ندخل مدخل الكلام الاثار المترتبة على ذلك يعني بعض الازواج كان بيقولي الزوجة بتشتكي نوم ما بيخرجش معها يعني ممكن يخرج لوحده وممكن لو خد ولاده وراح عنده امه يخرجه مع بعض بس هو بيتهرب من خروج معا ايه السبب في ذلك كاد سمينة جدا وقال للنفس اللي عندها لا يكاد يبقى ساتن لجسمية فعنده نوع من الغير على محاربة نعم وامري نفسي اني مش قادر يمشي معها كده وقال لي جربنا مرة روحنا في مدينة المستقبل لحديقة هناك او حاجة شبيهة بهذا وهي مش قادرة تمشي مع الكتب كده ولا العيال فهو كأنه ده مش عامل يعني يعني الأم هي اللي بتراعي صحيح وهي اللي بتبقى منشغلة بالأولاد أكثر نعم فالأمر لو فكرنا في النتائج المترتبة الآثار المترتبة على ذلك هننتبه لهذه النقطة وهنا سيدنا برضو تنقلنا إلى نقطة عبودية الآن نعم إن هذا الحفاظ على جسمي وعلى صحيتي شيء أمرني به الله سبحانه وتعالى صحيح كعبادة لله وحتى تهيئي لزوجتي وتباعه لزوجتي لي أيضا عبادة للأسفان الصحيح نعم بعض الأزواق قد يهجر وكات من ضمن المشكلات قال لي أنا هاجل زوجتي مقالة 9 سنوات عفوا 9 شهور 9 شهور هاجلنا في الفراش ما عنده قابلية إن يتعامل معها ما عنده قابلية كزوج إن يتعامل معها ليه؟ أنا نفعلت كل ما علي نفعت أمواله ودت عند أطباء وعملت كذا وهي بالنسبة لها الأمر لا عندها عشق للطعام تب يذهب إلى طبيبة نفسية تحللك وبعد كده يشوفي حد متخصص في الصحة الغذائية يبدأ يوجهك لا هي بتاخد فلوس وتصرف وخشفات وراحة وجاية تاخد أدوية وتأكل وتشرب وتتمتع تب إيه اللي انت عملتين؟ ورمضان فرصة عظيمة جدا 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 إن انت تقدري سواء زوجة أو زوجة نعم ده نبط هذا الأمر ثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا بنرجع بقى لحديث زي ما حكي عودتنا في الحلقات الحديث بيكون عمدة هذه الحلقة هو النبي الكن ثلث لطعامي وثلث لشرابي وثلث للافسي عشان لما أدر أجل صلي والإمام يقرأ في الركعة بربعين أنا أقدر أتنفس وأقدر أخذ راحتي وقد ذكرت لك سابقا إن بعض إخوانا كان بيشخر في الصلاة نعم لاي الأمر ليس كذلك بل والله يعمل مشكلة في البيوت بسبب إن الزوجة مش منتبئة نفسها بالذات الزوجات مش منتبئة أوي فيبدأ الزوج يبتعد جسديا يبتعد نفسيا يبتعد جنسيا ثم عاوزوا لب رغبة نفسه ماذا يفعل؟ والشهوة مشوشة للفكر فيبدأ يبحث عن طريق آخر وتجي يا ساعتها تب هعمل اللي أنت قلت لي عليه تب أنت كنت فين يا ماما؟ أنت كنت فين ساعتها؟ يعني هذا من كيد النسوة كنت عايش حياتك بالطروب العرض وأول ما جيت تاخد خطوة إيجابية أنت بقى بدون الوقت أنا عاوزها مش عارف أعمل إيه وبعد أنت الدهية تنكد عليه وعلى اللي جابوه اللي خلفوه والبيت اللي جنبهم عشان يطلق زوجاته والثانية ولو فعل لكان ظالما ومرتك التانية تتعلق في رقابتك يوم القيامة وما تسمعش كان مرتك الأولانية بس جدا كده دانقلنا بقى دكتور عبد الرحمن خال يا مالك بالنفس كابت الحلقة مهمة جدا جدا أبشر عن هذا الأمر تحديد أبشر يا دكتور رحمة إن شاء الله لا فعل بإذنك دكتور عبد الرحمن منصور دكتور الله خير الله يرضى عنك رضي الله عنك نقطة مهمة جدا جدا وزي ما ذكرنا في الحلقة وأكد عليها دكتور عبد الرحمن إنها ممكن تفسد العلاقة والحياة بين الزوجين مشكلة ما تستهنش بيها مشكلة الصحة مشكلة السمنة المفرطة عند الزوج أو عند الزوجة حاول تعالج نفسك حاول تعالج نفسك الدكتور عبد الرحمن أشار لنقطة مهمة جدا أيضا وهي إن الأمر ببقاش صعب بقى سهل جدا إنك تسيرش على جوجل أو تسيرش على الانترنت تلاقي فيه نصائح إزاي تراعي صحتك إزاي تاكل طعام صحي إزاي تعالج نفسك حتى لو ما روحتش للطبيب وإن كان طبعا الزياب للطبيب قد يكون مهم في كثير من الحالات نقطة أخيرة عاوزها تنبيه أختم بيها وهي مهمة جدا جدا اللي هي يقول إن صلاتي ونسك حيا وماتي لله رب العالمين العبادة دي أو العمل دا اللي حد بتعمله لما تحتسبه عند الله سبحانه وتعالى بتقجر عليه لما تحتسب حضرك إنك تكون على قدر من الرشاقة والرياضة والنظافة وما إلى آخر ذلك أنت بتقجر بذلك كذا المرأة الصالحة التي تفعل ذلك وتحاول تحافظ على رشاقتها وتحافظ على صحدتها وتحافظ على شكلها وعلى تبع علها لزوجها بتقجر بذلك إن احتسبت ذلك عند الله سبحانه وتعالى بهذا الحد نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة مع بودكاست ألفة نسأل الله أن يؤلف بين قلوبنا وأنجعل هذا الكلام وهذه الحلقات خالصة لوجه الله الكريم نلقاكم في لقاء آخر بإذن الله سبحانه وتعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام عليكم